عقد محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر اجتماعا طارئا في ديوان السلطة المحلية بمديرية حيث مع مدير عام المديرية مطهر القاضي ومدير فرع مؤسسة المياه بالمديرية المهندس هشام عطى لبحث المشاكل المتكررة التي يعاني منها مشروع المياه وخلال الاجتماع الذي حضره أعضاء الهيئة الإدارية بالمجلس المحلي سمع المحافظ طاهر إلى شرح مفصل من المهندس عطى حول المشاكل الفنية والأعطال التي تتسبب في توقف عملية ضخ المياه الكافية للمواطنين ومناقشة الحلول والمعالجات لتوفير خدمة توفير المياه بالكميات الكافية وفقا لاحتياجات المواطنين ووجه المحافظ المعنيين بسرعة إصلاح الأعطال وضخ المياه في أقرب وقت ممكن لكافة المنازل في المديرية مؤكدا على أهمية تحسين العمل في المؤسسات الخدمية وتلبية احتياجات المواطنين بما في ذلك توفير المياه بشكل مستمر وعقب الاجتماع قام محافظ المحافظة بزيارة تفقرية لمشروع المياه للإطلاع على المعدات الخاصة بضخ المياه والتي توقفت عن العمل مشددا على سرعة ضرورة إصلاح أو استبدال هذه المعدات لضمان استمرارية الخدمة وضمان حصول المواطنين على المياه بشكل منتظم ترجمة نانسي قنقر